الحقيقة مبارح في برنامج الترند كان فيه موضوع مهم جدا للزميل وصديقي الأستاذ محمد سعيد محمد الحقيقة ما بيجيب أخبار بيجيب أخبار مهمة جدا وواحد من الناس المتقلقة الحقيقة دايما محمد سعيد على طول الحقيقة لكن محمد أشار مبارح لكلمة الكابتن عصام عبد الفتاح والكابتن جمال الغندور في الاحتفالية اللي أقيمت من الاتحاد المصري للثقافة الرياضية وتحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وأنا هنا الحقيقة هاقف عند كلمة قالها كابتن عصام عبد الفتاح وبالنسبة لي هذه الكلمة هتقول لي يا عم إسلام إيه اللي رجع الكابتن عصام هفهم حضرتك حالا أصبر إن الله مع الصبرين كابتن عصام عبد الفتاح قال كلمة بالنسبة لي كانت كلمة غريبة جدا وهي كانت بادرة رائعة من الحكام أو من لجنة الحكام اللي موجودة أنا معرفش مين اللي عمل البيدرة دي ولكن أن يكون كابتن جمال الغندور باسمه الكبير وإسهاماته الكبيرة في التحكم المصري موجود ويقول كلمة كانت حاجة جميلة جدا أن يكون الكابتن عصام عبد الفتاح باسمه الكبير وإسهاماته الكبيرة في كرة القدم المصرية وعندما كان حكما يعني فده كان يبقى رائع جدا ولكن كابتن عصام الحقيقة في فيديو من خلال فيديو تعرض تحدث عن أداء الحكام المصريين في كأس الأمم الأفريقية وقال أن أداء الحكام المصريين في كأس الأمم الأفريقية رد للكابتن عصام عبد الفتاح اعتبار وأن الكابتن عصام عبد الفتاح صاحب نظرية الاحتواء وصاحب نظرية نظريات غريبة كثيرة جدا وروح البروتوكول يعني حاجات كلها والله من اللي قلتها والله أنا لا أصخر وما بتحكش على حد ولكن هذه هي الحقيقة صاحب نظرية روح البروتوكول لما سألنا عن روح البروتوكول قال لك فيش حاجة اسمها كده مش حاجة اسمها روح البروتوكول في حاجة اسمها روح القانون لكن فيش حاجة اسمها روح البروتوكول مهم فكابتن عثام قال إنه هو تعرض لظلم والحكام جابوا له حق أنا بس عايز أقول لحضراتكم أن كابتن عصام عبد الفتاح سايب لجنة الحكام بقاله سنتين وشوية أو أكتر كمان ومن ساعة ما أنا شفت الفيديو أنا مستغرب جدا أن كابتن عصام عبد الفتاح لسه بيوكابر ولسه شايف نفسه مظلوم رغم أنه ظلم الحكام المصريين والتحكيم المصري هو اللي ظلم الحكام المصريين لأن تحت قيادته شفنا أسوأ فترات التحكيم المصري أنا هنا برضو ما بعبش في كابتن عصام الشخصية على فكرة كابتن عصام شخصية محترمة جدا من أفضل الناس اللي تتعامل معاها وانت واقف ما هو يحترمك مهما كان رأيك ومهما كان كل حاجة ولكن أنا بتكلم على أداء كابتن عصام عبد الفتاح أنا مستغرب لأنه واحد كان سبب في تراجع منظومة التحكيم من وجهة نظرنا مش من وجهة نظر إسلام بالمناسبة ولكن لما تيجي تسأل الفترة اللي فاتت يقولك من أسوأ الفترات في التحكيم في مصر الفترة الأخيرة للكابتن عصام ممكن الفترة اللي قبلها كان له دور ولكن الفترة الأخيرة دي من سنتين ثلاثة كابتن عصام لم يكن موفقا في رئاسة لجنة الحكام فتخيل حضرتك أن الكابتن عصام عبد الفتاح جاي والناس بتكرم من الحكام فعندما يتم تكريم الحكام يجب أنا بقوله هو يجب أن يكون الكابتن عصام عبد الفتاح موجود بإسهاماته في التحكيم المصري تخيل حضرتك أنه كابتن عصام عايز ينسب النجاحات اللي بتحصل دلوقتي أو اللي حصلت في الكاس الأمور أفريقية بينسبها نفسه وبيعمل لنفسه دور في اللي حصل لا يا كابتن عصام حضرتك بعيد حضرتك لم يكن لك دور في النجاحات اللي حصلت في هذا الأمر وحضرتك لم تكن سببا للأداء المميز للحكام المصريين في كاس الأمور الأفريقية أنا هنا واضح وصريح وعندي تساؤلات لحضرتك وحضرتك كنت فين يا كابتن عصام لما الحكم الكابتن الدولي كابتن أمين عمر كان أقرب حكام أقرب حكم في أفريقيا للذهاب إلى كأس العالم اللي فات في قطر وللأسف لم يتم اختياره في اللحظات الأخيرة وحضرتك يا كابتن عصام كنت رئيسا للجنة الحكام في مصر وعضو لجنة حكام أفريقي ده السؤال الأول السؤال الثاني يا كابتن عصام مصر كلها تعلم أن الحكم الدولي المساعد كابتن محمود أبو الرجال كان من ضمن طاقم التحكيم الجزائري المرشح لكأس العالم بالفعل شارك مع كابتن مصطفى غربال في أكتر من مباراة وفي النهاية انضم لطاقم الحكم بكاري جسامة ولكن للأسف أبو الرجال لعب مباراة واحدة بس مع جسامة وكانت فرصته مع غربال أكبر لأنه غربال طبعا كمل مع التاقم بتاعه في كأس العالم للدور اللي بعد كتا حضرتك كنت فين يا كابتن في أمم أفريقيا 19 و21 وليه لما حضرتك كنت موجود لما نرى نفس مستوى الحكام في هذه البطلتين دول السؤال المهم كابتن عصام بعيدا عن كل هذه الأمور كم عدد أطقم الحكام الأجانب اللي أداروا مباريات في الدوري المصري في عهدك هتقول لي يا إسلام ممكن كابتن عصام يطلع يقول لي يقول لي يا عم إسلام أنت كنت بالطالب أو نادي الأهلي كان بيطالب بالحكام الأجانب آه في بعض الأوخان تكون بيطالب بالحكام الأجانب ولكن بسبب المستوى السيء اللي وصله الحكام المصريين مش الأهلي بس ده كل عندية مصر حضرتك كنت سبب في اللي بيحصل ده يا كابتن عصام نجاح الحكام المصريين في بطولة علم أفريقية لا يجب أن حضرتك تنسبه لنفسك لأنه ممكن تكون جزء ولكن هؤلاء الحكام نتاج عمل اللي جان سابق زي اللي هو عصام صيام وكابتن أحمد الشناوي وكابتن جمال الغندور وكابتن وجيه أحمد وكابتن ناصر عباس وكابتن سيد مراد وكابتن حمد القاضي وكابتن مجد رزق وكابتن ياسر عبد الرقوف وكابتن تامر دوري وكلاتنبرج وقبلهم أو معاهم كابتن عصام طبعا مش لوحدك يا كابتن عصام ما عملش حاجة حضرتك في الوقت اللي كنت موجود فيه الأمور كانت سيئة جدا وأنا هنا مرة تانية معلش عشان الناس تبقى فاهماني كويس أنا لا أتكلم عن كابتن عصام عبد الفتاح الشخص أنا بتكلم عن إدارة إدارة كابتن عصام عبد الفتاح للجنة الحكام أنا لو جبت لحضراتكم كام حكم أو كام نادي في الوقت اللي كان موجود فيه كابتن عصام رئيس للجنة الحكام اعترضوا على التحكيم وقالوا إحنا عايزين حكام أجانب هتعرفوا قد إيه احنا كنا بلاش أقول فاشلين كنا كات الدنيا صعبة جدا عموما أنا كابتن عصام دي بداية الموضوع أنا عندي حاجات كتيرة ممكن أتكلم فيها ولكن يعني كله في وقته لأنه أنا ما بحبش كده الحقيقة أنا بشكر لجنة الحكام أو من دعا كابتن عصام وكابتن جمال وكابتن ناصر وكابتن كل الناس اللي موجودة دي دعاهم أنا الحقيقة لأن كابتن جمال الغندور ده اسم كبير مهما كان بنا وبين بعض مش أنا يعني مهما كان الناس بتنتقد أداءه برضو ولا حاجة لكن كابتن جمال لا كابتن عصام لا ماينفعش ماينفعش ونتكلم عليهم كحكام لا أسماء كبيرة جدا جدا